السؤال اللي بعد كده بيقول أنا زوجي وأهله عاملين مشاكل معايا بسبب أنه عايز ياخد الأيمة مني واعمل له تنازل عنها وأنا أقعد عندي أهل زعلانة طيب كان بس أنا محتاج من حضارك تقوليلي أنت بتسألي عن إيه يعني أنا وجوزي وأهله عاملين مشاكل بسبب أنه أهو كونهم بقى عاملين مشاكل معاكي ممكن يكون محل سؤال ومن حقهم أنهم يعملوا مشاكل معاكي وخاصة بسبب الأيمة أدي سؤال السؤال الثاني هل هو ينفع يطلب مني أن أنا تنازل عن الأيمة ده سؤال تاني السؤال الثالث كمان هو ينفع وأنا حرام علي ولا حلال أن أنا أوعد عندي أهلي ثلاث أسئلة أنا السؤال أجاوب عليه وما حدش يقولي بجاوب على الثلاث أسئلة لأن كل سؤال من دولة عشان أجاوب عليه محتاج حاجة مهمة جدا محتاج إيه محتاج إن أنا أعرف تفاصيل هو عاملين معاكي مشاكل ليه هل أنت عاملين معاكي مشاكل لأن أنت لا تحسن التعامل معهم طيب أنا صحت ليكي متوقفة أسألك أنت بتعملي معهم إيه؟ ولذلك لازم نعرف طالب منك أن أنت تنازل عن الأيمة ليه؟ هل أنك أنت بتهديديه؟ أن أنت عتحبسيه؟ أنا مش دايماً بقول أن أنت أنا مش قصدي أن أنا أقول أن أنت بتعملي كده لكن قصدي أن أنا بقول أنا شغلتي أن أنا بدرب المفتين بالمناسبة أنا ده الرابط مفتين كتير فالكلام ده أتبقول للمفتين ما تجاوبش على السؤال والسؤال ده محتاج لتفاصيل لأن الناس هتأخذ السؤال ده وهتطير به وعشان كده أنا محتاج أن السؤال ده هتزداد فيه التفاصيل ويتقال إحنا عايزين نسأل عن إيه؟ وساعتها نقدر نجاوب عليه بشكل صحيح